وفي سياق آخر استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه اليوم معالي يانكا تشي شيكي المبعوث الخاص لفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان في بداية اللقاء تحيات فخامة الرئيس الصيني وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الامارات مزيدا من التقدم والازدهار فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى فخامة رئيس شي جين بينغ متمنيا للصين وشعبها الصديق استمرار التطور والرخاء هذا وبحثت جانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطة علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والفرص الواعدة لتوسع آفاق التعاون وتنويع مجالاته وتعزيز العامل المشترك المثمر كما تبدلت جانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وقدم معالي يانغ تشيشيكي هدية تذكرية عبارة عن لوحة صينية تقليدية رسمها الرسام الصيني الشهير فينغ ايوان خاصة لصاحب السموه رئيس الدولة تعبر عن جمال الربيع في منطقة جيانغ غنان الصينية تعبل تقليف تقليف تقليف